اقتحام مقر الشبكة الإعلامية جاء في ساعات الفجر الأولى بحضور عدد كبير من قوات الشرطة وقوات مكافحة الشغب التي استعدت لمواجهة المتظاهرين مدير تحرير محطة بودون قال إن المحطة لم تتلقى أي تحذير مسبق وأنه لا زال على رأس عمله في حين قال مجلس الإدارة إنه لا يحق للأوصياء إعاقة عمل المحطة وأن اقتحام المحطة ليس قانونيا ورغم الجدل بين الشرطة والإدارة حول قانونية الإجراء إلا أن الشرطة دخلت المبنى المؤيدون الذين حضروا إلى ما كاتب الشبكة الإعلامية لأرابع عن تأييدهم حملوا يعفطات تتهم الحكومة والرئيس إردوغان بالعمل على تكميم الأفواه والسيطرة على وسائل الإعلام المعارضة هذه هي إشارة تحذيرية للديمقراطية في تركيا لأننا بحاجة إلى إعلام الحر ونحتاج إلى أصوات معارضة وتوقيت القرار جعل الكثير من الأتراك يشعرون بالريبة من أن الانتخابات لن تكون نزيهة وديمقراطية ويقول معارضون الحكومة التركية أنهم يخشون أن تتحول تركيا إلى دولة بوليسية يضغطون على الإعلام والإعلام لابد أن يكون مستقلاً لدينا انتخابات في نهاية الأسبوع وهم يعملون دائماً لتجيير الأعلام لصالحهم لهذا استهدفوا هذه المجموعة لأنهم لا يسيطرون عليها نحن هنا اليوم للدفاع عن حقوقنا الديمقراطية وتتهم الحكومة التركية المجموعة التي يشارك في ملكيتها رجل الدين فتحالا جولن الحليف السابق للرئيس أردوغان والذي يقيم في المنفع في الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما يسمى بالكيان الموازي الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغ في صفوه القضاء والشرطة وارتكاب مخالفات قانونية منها التنصط على مسؤولين كبار في الدولة والتآمر للإطاحة بالنظام الجمهوري وكشف معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة وأصدرت عنقرة مذكرة توقيف غيابية بحق قولن من جهته أشار الرئيس إردوغان إلى أنه سيتم مكافحة المؤسسات التي تدعم المنظمات الإرهابية في إطار القانون وكانت محكمة في عنقرة قد أصدرت الثلاثاء حكما بتعيين مجلس أو صياء لإدارة الشبكة الإعلامية بناء على طلب المدعي العام بحجة أنها متورطة فيما وصف بالأنشطة الإرهابية لمنظمة فتحل جولن كما أصدرت المحكمة أيضا لائحة اتهام بحق 122 شخصا آخر تقف قوات الشرطة أمام المبنى للحلولة دون دخول أي شخص من المتعاطفين مع محطات التلفزيون إلى داخل المبنى فيما يعتسم المؤيدون هنا في الشارع ويلقي الخطباء الكلمات التي تعبر عن تمسكهم بالقيم الديمقراطية كما يقولون أسامة كرماوي بي بي سي اسطنبول ترجمة نانسي قنقر